هل هناك أحاديث نبوية عن فضل عمان؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه يعني ضربوا وسبوا مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما عاد الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع فقال عليه الصلاة والسلام أما وإنك لو أن أهل عمان أتيت لما ضربوك ولما سبوك لو أن أهل عمان أتيت لما ضربوك ولما سبوك هذا الحديث من حيث الصحة صحيح مقطوعاً بصحته أخرجه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحية قال الإمام القرطبي رحمه الله في التعليق على الحديث هذا حديث متن في الشراح يشرحون المتن قالوا وذلك أن أهل عمان فيهم ثلاثة أوصاف العلم والعفاف والتثبت العلم والعفاف والتثبت والسلطان تعلم أن الديار أهلها يرثون ما فيها يعني مثلاً نذكرنا بصورة أوضح مثلاً إلى الآن والكرم في أهل حائل واضح يعني لا ينازع في هذا أحد الكرم في جميع الحمد لله مناطق بلادنا لكنه أكثر ما يتجلى عند أهل حائل هذا موروث من زمن حاتمة رائمة ولا يمكن لأهل حائل أن يتخلصوا منه حتى لو أرادوا ولن يريدوا لكنه أمر ذائع شائع يعرفه الصغير والكبير هذه أشياء تتوارف فما يوجد في عمان اليوم من العلم والعفاف والتثبت هذا موروث تاريخي في البلاد منذ زمن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل عمان أتيت لما ضربوك ولما سبوك لأنهم سيتثبتون ماذا تريد من أنت من بعثك وعندهم علم يأخذون ويعطون معاك عقلنيين عقلنيين وعندهم عفاف ليس فيهم حب للفجور والخصومة والظلم ليس فيهم وهذا الآن التاريخ يشهد على هذا في علاقة عمان مع الدول ظاهر هذا فالمقصود من هذا كله مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عمان هذا الحديث قلنا مقطوع بصحته